أهلا بكم تنطلق يوم غد الخميس منافسة الأسبوع الخامس من دور المحترفين لموسم 2024-2025 ويسعى الأهل متصدر الترتيب بعشر نقاط لمواصلة تقديم عروضه القوية عندما يستقبل نظيره شباب الأردن صاحب المركز الثامن بأربع نقاط وذلك على ملعب البترة فيما يحل الصلت صاحب المركز التاسع بأربع نقاط ضيفا على شباب العقبة والذي يسعى بدوره لتحقيق أول انتصاراته في دور المحترفين عبر لاعبو وإداريو نادي الوحدات عن رضاهم بعد الفوز على سبهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في مستهل مشوارهم في البطولة الأسوية المستوى الثاني ثلاث نقطات كبيرة بالنسبة مع فريق كبير بحب أشكر إدارة النادي الوحدات وجمهور الوحدات والجهاز الفني بقدارة الكابتن رأفة علي المدرب الكبير طبعا اللي إن شاء الله بكون له مستقبل كبير واللاعبين هم الأبطال للأمانة اللاعبين يعني للأمانة بدلوا جهد وطبقوا للخطة بحذفيرها نقول مبروك لنادي الوحدات وهارد لك النادي سبهان الإيراني فريق للأمانة فريق ممتع فريق سبهان الإيراني وكانوا اللاعبين عندنا اليوم أبطال يعني هذا الفوز منهدي لجميع جماهيرنا في الأردن للجمهور الأردن عامة وجمهور الوحدات خاصة على هذا الفوز منقولهم ألف مبروك ثلاث نقاط مهمين الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور يعني الجمهور سندنا وأزرنا كنا من يتمنى يكون الملعب فل اليوم منرجع نقول الحمد لله رب العالمين مبروك ثلاث نقاط توجى فريق الاتحاد بلقب النسخة السادسة من دور المحترفات لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وذلك في ختام منافسات البطولة لموسم 2024 واتفوق الاتحاد على الاستقلال بهدفين دون رد ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثالثة عشرة من البطولة وبهذا الفوز تربع فريق الاتحاد على صدارة ترتيب الفرق رافعا رصده إلى 45 نقطة وبالعلامة الكاملة متقدما على وصفه عمان أفسي والذي يملك 36 نقطة عقدت رابطة المقاتلين المحترفين PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤتمرا صحفيا في العاصمة السعودية الرياض وتحدث خلاله المشاركون عن آخر تحضيراتهم لمنافسات دور نصف النهائي من البطولة والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ويتضمن نصف النهائي مواجهة حماسية بين السعودي مالك باسهيل والأردني ساهر قاسمية حيث يسعى البطل الأردني للسعودي إلى النهائي وفي وزن الريشة يترقب الجميع مواجهة المغرب مروان بالغويط والمصري إسلام رضا حيث يتوعد بالغويط بمفاجأة خصمه بينما أكد رضا أن هدفه الوحيد هو الفوز ولا شيء غيره أما المقاتل الجزائري سهيل طاهري سيواجه الإيراني محسن محمد الصيفي في الوزن الخفيف في نزال يتوقع أن يكون صعبا بعد مواجهتهما الدامية السابقة مثل ما الكل بعرف أنا كنت في السنة الماضية بالدورة الكبيرة لعبت بأمريكا لعبت مع البطل لعبت مع الناس كثير معروفين شفت هناك شو فيه أخطاء طورتها حسنت من حالي بالمصارعة بالبوكسين عملت كل استراتيجيات اللازمة حتى أنا أفوزه هذا الدوري إن شاء الله بهذا الفايت أحثفت كل شيء أنا أتوقع هاي المباراة زيما حكيت الدورة الثانية نوكاوت إن شاء الله وعبداللقاح طاني هو درس شخص مش موجود حاليا أنا جاي بنسخة جديدة بطريقة جديدة بلعب جديد والكل بعرف عبدالرحمن حياصات لما يفوت على الكيت دائما عنده نظر أداء ثاني فيه فرق كبير بين مرة الأولى ومرة الثانية إنه كانت المرة الأولى كنت أستاند باي ما كنت عارف أن راح أتخل على الدوري دخلت على الدوري بـ 12 ساعة تقريبا وما كان كل شيء مرتب زي المرة هاي المرة هاي كانوا مخبريني إنه أنا راح أكون راح أكون لازم أكون جاهز للدوري إذا حتى أنصاب أو ما حتى جاب وزنه أو صار شئ زي هيك فالمرة هاي كيد أحسن فرق كبير كبير نجهز نحايا نفسيا من قبل ما أبلش أنه أنا أرد بالدوري تتواصل الليلة منافسات دوري أبطال أوروبا في حلته الجديدة عندما يحل انتر ميلان الإيطالي ضيفا على منشستر سيتل إنجليزي وذلك على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الأولى من البطولة ويدخل منشستر سيتل لقاء بحثا عن تحقيق أول انتصاراته في البطولة والحصول على النقاط الثلاث واللحاق بمتصدري جدول الترتيب في المقابل يخوض انتر ميلان مواجهة الليلة بحثا عن الثأر من منشستر سيتي والذي خسر أمامه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023 بهدف دون مقابل